حديث ترامب عن تجاوز ذروة الفيروس دكتور خطار يتناقض في الوقت الذي تتحدث فيه الأرقام عن كون الولايات المتحدة تتصدر العالم في عدد الإصابات وأعداد الوفيات وفي ظل الانتقادات شديدة لهذه السياسة هل اقتناعت بحرية الدول الأوروبية باتخاذ قرار من هذا النوع بفتح وتخفيف القيود ينطبق أيضا على الولايات المتحدة في ظل هذه الأعداد الكبيرة ما مدى شفافية وواقعية هذه الخطة التي يتحدث عنها ترامب في هذا التوقيت نعم ينطبق ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس الرئيس دونالد ترامب له ما له عليه ما عليه هو ظاهر استثنائية لكن يحسب له أنه مرن وأنه شجاع أيضا في اتخاذ القرارات يعني قرارات منع الصفر كانت صعبة واتخذها بسرعة وفي النهاية نعم ربما تباطأ بعض الشيء لأنه عنده انتخابات وكان يريد أن لا يمثل الاقتصاد لأن هذا من أبرز نجاحاته لكن في موضوع من هذا النوع موضوع تحديد وقت الظروة لو لم يكن مستندا إلى الخبرات العلمية الأمريكية وإلى تقارير اللجنة التي تحيط به لن يتجرأ على ذلك علينا أن نتذكر أنها سنة انتخابية إذا قام بخطأ من هذا النوع ستقوم قيامة الحزب الديمقراطي عليه إذن هو تحت الرقابة هناك سلطات مضادة وليس سلطة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية هو ترك في النهاية لحكام الولايات حرية التصرف لم يتراجع عن فرض الأمر على الولايات يحاول من خلال الحكومة الفيدرالية على معرفة كيفية عمل النظام الأمريكي قالوا في البداية أنه لا يجهز الولايات بأجهزة التنفس عاد وقام بسد الفراغ بسرعة الآن في مسألة الاختبارات يقوم بسد الفراغ لكن هذا لا يعفي لا الديمقراطيين ولا الجمهورين كما لا يعفي لا فرنسا ولا الدول الأوروبية عاد ألمانيا من مسؤولياتها في التقصير لو كان هناك فضيحة في الصين أو في موضمة الصحة العالمية هذا الشيء لكن هذه الدول لم تكن أنظمتها الصحية جاهزة وقامت بأكبر خطيئة نقلت صناعاتها إلى الصين أصبحت الصين مصنع العالم أصبح الكل ينتظر الكمامة وجهاز التنفس من هناك وهذا النزع للسيادة هنا وهناك سبب الكثير من الألام ويحسب لترامب أنه الوحيد الذي وصل وفتح الحساب مع الصين بينما السيد أوباما وخلال عهده على ما يبدو هو الذي لم يجدد مستودع الكمامات الضروري في الولايات المتحدة الأمريكية دكتور خطار هو بالفعل المسألة محيرة للعالم هذا التساؤل ما بين الأولوية للصحة للمواطن والحفاظ على الأرواح وبين أولوية الاقتصاد أمام مخاوف من الانهيار ولكن عندما تتحدث عن دولة عظمى كالولايات المتحدة دولة باقتصادها الكبير الذي يعتبر أقوى من أهم وأقوى اقتصادات العالم ألا يحتمل هذا الاقتصاد سياسة الإغلاق لأشهر أخرى في ظل هذه الأعداد للإصابات؟ هذا الاقتصاد يتحمل أريد التذكير أنه مجرد ما بدأ الانهيار في دولة صغيرة مثل فرنسا بالقياس للولايات المتحدة هناك الآن حوالي عشر ملاجين شخص في البطالة الجزئية وهذا يعني أن الدولة هي التي ستتحمل كل ذلك وفي الولايات المتحدة ذهبت السلطة التنفيذية أي الرئيس ترامب بعيدا أكثر المصرف المركزي الأمريكي اشترى المصرف المركزي الاتحادي اشترى الديون بمعنى ديون كل الشركات يعني هو بشكل أو بآخر سيلغي ديونها من أجل أن يبقى الاقتصاد يمكن لهذه الدول أن تتحمل خسائر مثلا عندي رقم في فرنسا حتى الآن الخسائر مئة وعشرين مليار يورو تصوروا حجم خسائر الولايات المتحدة الأمريكية لذلك ومع سقوط سعر النفط كما كنت تتكلمين هذه الدول ليست معدة باقتصاداتها الحالية لفترات توقف وتعطيل أكثر أقول هي في النهاية قامت بإجراءات العزل الكل وهذا لم يحصل في العالم من قبل يعني كان هناك الكساد الكبير لكن الكساد الكبير قبل الحرب العالمية الثانية بقيت الولايات المتحدة واقفة على إجراءها وهذا ما أتاح لها بعد الحرب العالمية الثانية نجت أوروبا من خلال مشروع مرشال الآن الانهيار يشمل الجميع حتى في العام 2008 أوروبا هبت إلى جانب الولايات المتحدة في الأزمة النقدية المالية الآن ليس من الضروري أن تقوم الصين أو غيرها بنجدة الغربيين إذا انطلق اقتصادها قبل هذه الاقتصادات كل هذا يحسب إذن في مسألة إعادة دورة الاقتصاد ولكن بالطبع يحسب بشكل تدريجي وانتقائي من أجل عدم مسء الصحة العامة وأعتقد بالإمكان التوفيق بين الأمرين طيب